التعليم هو مهمة الأنبياء والمرسلين قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والتربية أهم من التعليم ودور المعلمة لا يقل عن دور الوالدين في تربية التلميذات فمجال التعليم ميدان الرحب للتربية والدعوة إلى الله إذا صلحت النية وكان عن علم وبصيرة فالمعلمة قدوة حسنة لتلميذاتها بحجابها وأخلاقها وحرصها على إفشاء السلام وعفة اللسان والوفاء بالوعد والتواضع وهي إلى جانب ذلك حريصة كل الحرص على إتقان تخصصها العلمي وطرق التدريس وأساليب التربية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه والمعلمة التي لا تنسى هي تلك التي تجذب قلوب تلميذاتها باللين والرحمة وحب الخير والرقي لهن مع الجد والحزم في موضعه قال تعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ إن التعليم شرف ومسؤولية وأمانة فالتضع المعلمة نصب عينيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته